موسيقى موسيقى دخل المنتخب الوطني لأقل من عشرين سنة في تربس تحضيري بمركز تحضير المنتخبة الوطنية بسيد موسى ويستدعى ناخب الوطن الأقل من عشرين عاما محمد مخزني لهذا التربس خمسين وعشرين لاعبا وللإشارة يختتم هذا التربس في الواحد والثلاثين من الشهرية الجارية ويدخل ضمن استعدادات أشبال مخزني للاستحقاقات القادمة وقع نجم ملودية العلمة وهدف البطول الوطنية المحترفة وليد درارجا على عقد لمدة ثلاث سنوات مع عميد الأندية ملودية الجزائر بعد مسلسل الأخذ والراد بين إدارتين الفريقين حيث وافقت إدارة البابية على بيع ورقة تسريح درارجا بقيمة مليارين سنتيمة في حين سيتقظ اللعب مبلغا شهريا خيالي مع العميدة تعقد اليوم فريق ملودية بيجايا مع لعبين سينيغاليين لمدة أربعة مواسم واستقدم الأول الذي يدعى جلس وسط ميدان مسترجع من الفريق الرديف لأتليتيكو مادريدا الإسبانية بينما الثاني يدعى محمد ندوي مهاجمة من فريق ملعب ديبورا والتحق الثناء السينيغالي بتدريبات ملودية بيجايا منذ ثلاثة أيام بقمرة التونسية حيث خضع لفترة تجريبية على يد المدرب السويسري ألن جيجر الذي كان رده إيجابيا وقبل بانتدابهما هذا وقد تعرض مهاجم ملودية بيجايا فوزيايا لإصابة على مستوى الفخذ الأيمن ما أبعده عن التدريبات التي جرت اليوم كما يعاني أيضا المهاجم عكاشا حمزاوي من التواء في الكاحل تفقدت صباحة اليوم لجنة معينة مراقبة الملاعب التابعة للربط المحترف لكرة القدم بملعب عشرين أوت وملعب الوحدة المغاربية بيجايا قزد الوقوف على جهزية هذه الملاعب لاحتضان مباريات البطولة المحترفة خلال الموسم الكروي المقبل ومباشرة بعد نهاية هذه الزيارة ستقوم اللجنة بأعداد تقرير شامل وتدوين الملاحظات حسب ما علم الثلاثة من مديرية التنظيم الرياضي التابعة للاتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية يشارك أكثر من 200 متنافس في البطولة الوطنية الصيفية للشراء لكل الفئات المقررة من الفتح إلى غاية السادس من أوت المقبل بشطع الصابلات بالجزار العاصمة وأوضح مدير التنظيم الرياضي رضوان عباسة أن الاتحادية المسؤولة تلقى التأكيدات من 220 متنافس من بينهم 50 فتاة للمشاركة في هذا الحدث الوطني يمثلون 21 ناديا من كل الرابطة الولائية دوليا اختتم تشيلسي الانجليزي جولته في الولايات المتحدة الأمريكية قبل بداية الموسم الجديد بفوز على برشلون الإسباني بركلة الترجيحة بأربع مقابل اثنان بعدما انتهت المباراة بينهما بالتعادل اثنين في كل شبكة ضمن كاس الأبطال الدولية لكرة القدم وافتتح البلجيكي دين هزارد التسجيل لتشيلسي في الدقيقة العاشرة الا ان الفريق الكتالوني قالب الطاولة فادرك التعادل بواسطة مهاجمه الدولي الأوروغوياني لويس واراز في الدقيقة الثانية والخمسين ثم تقدم ساندرو راميريز بهدف الدقيقة السادسة والستين وكان رجال المدرب لويس أنريكي في طريقهم إلى تحقيق الفوز لكن المدفع العملاق غاري كاييل انتزع التعادل للفريق اللندونية عند الدقيقة الخامسة والثمانين من كرة الرأسية قبل أن يحسم البلوز المباراة بركلة الترجيح في سوق الانتقالات الصيفية الدولية أعلن نادي باير ميونيخ بطل الدور الألماني لكرة القدم الثلاثاء أعلن عن التعاقد بشكل رسمي مع لاعب خط الوسطة تشيلسي الدولي أرتورو فيدالا قادما من نادي يوفينتشيس الإيطالية ونشر الموقع الرسمي للنادي البافاري صور وصول لاعب اليوفي إلى ميونيخ وصور الفحص الطبي الخاص به اشتركوا في القناة